كابتن هل استعاد يحيى عطية الله بريقه في هذا اللقاء؟ أه أحسن أحسن من الماتش اللي قابليه بكتير وواضح أنه أخد ثقة في نفسه فأولاد بيروح بيشوت بشكل كويس مجهوده كويس مستوى على المستوى الدفاعي والهجومي أدى بشكل كويس جدا ويحيى كل ما حيلعب مستوى حيزيد بشكل كبير جدا هو لسه موصلش للمستوى البدني اللي يؤهله أنه هو يقدي بالنسبة 100% إنما كل ما حيلعب ماتش عماتش حيزيد بشكل كبير كابتن الشيام مع كابتن خالي طبعا لا هو في نقطة مهمة أنت كنت قبل المباراة بتتوقع أن نحو نبيل كوكا هو اللي يلعب ما هو لعبه جنبه آه لو تلاحظ آه ليه؟ لأنه على المباراة زي مالك الأولى كانت ضغط من عنده وكان عنده مشكلة وكان متسبب في الهدف زي ما قلت يتشعاد ما بيسعدوش آه وما حاجتش كان يسعدو زي نبيل كوكا كده فعليه ضغط كبير جد فعن النهاردة لما باجه حطه تاني وديله ثقة ولعبه ماتش زي مالك في سوبر يبقى لازم حد جنبه يشيله عشانك يا رجل فكر في كوكا أن يبقى ناحية الشمال على أساس أن لو طلع كوكا أشوال يا كابتن بزاة وبيغطي ناحية إيه حياتي طالله فأنا شايف أنه هو تقدم شكل كبير طب فكرة أنه أنا حطه في ضربات الجزاء تاني بيديله ثقة يعني أنت عارف أنت مواحد لسه مضيع في السوبر وفيشوت تاني ويشوت بثقة واقتدار لأنه هو الرجل عنده ثقة فيه فلازم يرجع له الثقة دي في ماتش كبير هو قده له في نفس التوقيت اللي هو كان في ماتش الزمالك بس هو كان ساعتها متوتر متوتر قوي فالنداخل والحملة عليه فكاد صعبة جدا عليه لكن لما يبقى بعديها في مبارة تانية وهو كمان كان فايق في الماتش عاف لو مش فايق في الماتش أنا أعتقد أنه كان هقول له مش عايز شوت